موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجزو أخبار ثانية من قناة المرابطون أهلا بكم انطلقت بالعاصمة نواقشوت صباح اليوم أشغال النسخة الثالثة من صالون التشغيل منظم من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع التحديات الخدمة والمهن الحرة وقال وزير التشغيل المرتاني مختار مالجا إن التشغيل يتطلب مقاربة وشمولية وإعادة بناء وتطوير وتطوير نظام التكوين التقني والمهني من أجل ضمان ولوج أكبر عدد من الشباب إلى فرص الشغل انتقد عضو هيئة الدفاع عن مصر في موريس بنك ومديره العام أحمد المغي المحامي ألمين والمحمد سالم استمرار الحبس الاحتياطي لمدير البنك واصفا إياه بغير القانوني وقال المحمد سالم خلال متمر صحفي بن واكشوت أن دواعي الحبس الاحتياطي في القانون الموريتاني لا تتوفر فيه المغي وبالتالي فلا مبرر لاستمرار سجنه احتياطيا من ناحية أخرى احتج عشرات العاملين بمصر في موريس بنك ليلة أمس بن واكشوت مطالبين بإطلاق سراحي مديره العام ومنحه كامل حقوقه تتمى يوم أمس بالعاصنة موكشوت ملتقا لتقييم أداء موريتانيا خلال رئاستها الدورية للاتحاد الافريقي الملتقى شارك في عدد من الخبراء والبحثين الموريتانيين إلى جانب ممثلين عن بعض الولدان الافريقية الأعضاء في الاتحاد يستمر إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين بالزوارات للأسبوع الثالث على التوالي فيما تبدل الشركة جهودا مضنية للحفاظ على سقف الانتاج والاستمرار في التزاماتها تجاه السوق الدولية إلى ذلك يتهم العمال الشركة بالاستمرار على حساب معدات الشركة ومعايير الجودة والسلامة في العملية الانتاجية قال وزير المالية الموريتانية المختار للجاي إن الحكومة الموريتانية نفذت خلال السنوات الماضية برنامجا إصلاحيا في مجال النظام الضريبي والجمركي وأضافه للجاي خلال ملتقم بن وقشود حول النفقات الضريبية أن تقييم نظام الإعفاءات ومواصفها الانعكاسات الإيجابية لهذا النظام ظل غائبا طيلة الفترة الأخيرة حرم نادي الشرطة الوطنية نادي الكونكولد مستدارة الدول الموريتاني بعد مفرد عليه التعادل السلبي بدون أهداف تذكر بينما واصل نادي زمزم تألقه من جديد بعد استعادته أبرز لعبيها الذين غادروا عن النادي بعد نهاية نسخة الدور الماضية حيث فاز على نادي تشكجة بهدفين دون رد سجلهما كل من هدف الدور حاليا المختار سامبا ديارا وإبراهيم خليل في أول لقاء له في نسخة الدور الحالية نهاية مجازة ثانية مشاهدنا دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر